تصادف هذه الأيام الذكرى الخامسة لتتشيني مزار الطبوية ماري الفونسين المقام في كنيسة انتقال السيدة العذراء للاتين في الصلط حيث خدمت في أول مدرسة في الأردن لمدارس البطرياركية اللاتينية لمدة سنتين وقد أقيم احتفال كبير بهذه المناسبة لتتشيني المزاري عام 2016 برعاية البطريارك فؤاد طوال وحضور شخصيات دينية ورسمية وعامة مسيحية وإسلامية وجموع غفيرة من المواطنين وبهذه المناسبة المباركة نستذكر القديسة الفونسين ورسالتها وخدمتها الصامتة التي استمرت في الصلط لمدة سنتين بين عامي 1887 ولغاية 1889 حيث قضتها بمحبة وإيمان ورجاء وتخليدا لما قدمته الأم ماري الفونسين من خدمة للمدينة وكنيستها والتي تميزت بالحب والتواضع والبذل والعطاء فقد قامت الدكتورة باسم السمعان مدير مكتب فضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين بتتشيني هذا المزار على نفقة عائلتها الخاصة ويذكر أن مؤسسة رهبنة الوردية ماري الفونسين أعلنت قديسة في السابع عشر من شهر أيار عام 2015 على يد قداسة البابا فرنسيس في ساحة القديس بوتروس في الفاتيكان وبهذه المناسبة نشكر الله تعالى ثم عائلة الدكتورة باسم السمعان على ما قامت به من جهد إيماني لتتشيني هذا المكان المقدس على ثرى الأردن المبارك ترجمة نانسي قنقر